في إطار احتفالات العام الجديد قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفلتين متتاليتين على مدار يومين لمصرح معهد الموسيقى العربية وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي لدار الأوبرا المصرية لعام 2022 في ليلة امتلأت بالمحبة احتفالا بميلاد السيد المسيح على نغمات البيانو بأصوات تطرب جمهور الحضور قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفلتين متتاليتين على مدار يومين بمصرح معهد الموسيقى العربية الذي يعد من أعرق المسارح في مصر وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي لدار الأوبرا المصرية لعام 2022 احنا طبعا بنبقى سوعدة جدا دايما ببقى حريصة في كل سنة نقدم حفلات الكريسماس لأخواتنا الأقباط مصريين دايما بقى 22 سنة كده بقى 22 سنة بنعمل حفلات كان من أيام الأستاذ الراحل العظيم أستاذ حسن كامي الممثل كان هو مدير الفرق وكان دايما معتاد ان احنا دايما في كل سنة لازم نقدم حفل برنامج احتفالي قدمت الفرقة خلاله مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تحتفي بهذه المناسبة منها عيد الميلاد الأبيض صلاة الرب وغيرها بمصاحبة عزف البيانو جريج مارتن كل محب الأوبرا بيحب جدا الحفلات اللي من نوع دوت يعني آخر حفلة عملناها اللي هي في اسكندرية كانت تقريبا أرش كومبلي ما كانش فيه أماكن خالص ولا في الصالة ولا في البلايكون ولا في اللوج ولا في أي حتى فهو دايما جمهور بيحرص على حضور الحفلات دي حفلات الكريسمس دي بالنسبة لنا بتعتبر من أحلى الحفلات في السيزن ومن أكتر الحفلات اللي الناس بتحب تيجي تحضرها يعني حفلات المسرح الكبير في الكريسمس كانوا في حفلتين في المسرح الكبير وحفلة في اسكندرية التلاتة يعتبروا كانوا شبه كومبليت الناس بتحب يروح الكريسمس وإن هما يلاقوا حاجة يحتفلوا بيها بالكريسمس بس بيشوفوها بقى من نوع جديد شوية اللي هو أوبرا شوية حفلات الكريسمس بتبقى بالنسبة لنا حدث مهم جدا لأن يعني هي ليها طابع خاص ويعني فيها نوع من أنواع البهجة كده يعني إحنا فعلا بنحب إن إحنا نشترك في الحفلات دي لأن هي بتبقى يعني بنستناها كل سنة يعني إحنا دائما بنحب إن إحنا نكون متواجدين في الأعياد المهمة الكريسمس وأعياد الميلاد وأعياد المسيحيين دي حاجة بتبسطنا أن إحنا نكون موجودين بشكل كويس طرفيهي للناس يقدروا يجن في الأعياد وفي الأجهزات بتاعتهم إقبال جماهري على الحفلات التي تقيمها فرق الأوبرا والتي كونت قاعدة محبين منذ تأسيسها عام 1964 حفل فرقة أوبرا القاهرة الذي أقيم بمعهد الموسيقى العربية من بين عدد من الاحتفاليات التي تقيمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية تستمر حتى نهاية يناير الجاري احتفاءا واحتفالا بعيد الميلاد المجيد والعامة الميلادية الجديدة سالي سالم التلفزيون المصري